كما تعرفون وبعض ضغوطات شديدة من الأحرار ومن المعتقلين أنفسهم محمد تجديد نوردين خيمود وعبدالحق بن الرحمني قبلوا أخيرا محاكمتهم قبلوا أخيرا محاكمتهم بعدما كانوا رميينهم يعني بدون محاكمة كاي اللي يرموهم 6 شهر وكاي اللي يرموهم عنده 4 شهر إلى آخره وكانت المحاكمة اليوم انتاحهم في باينام فيما أعتقد وكانت هذه الوقفة الشعبية ترجمة نانسي قنقر 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 وكانت فيها شعارة أخرى لكن أفضل أن لا أظهرها هنا حتى لا تبدوا إعجاباً بالنفس يعني لكن نحييهم من هنا كل الذين ذكروا أسماء الأحرار اليوم في هذه الموقف لهم خالص طحياتنا كان هناك محاكمات أخرى أيضاً وسننتظر ماذا سيتقرر في هذا نحن نعرف أنهم ينتقمون من الأحرار شر انتقام وأيضاً يضغطون عليهم داخل السجون يضغطون عليهم نفسياً يضغطون عليهم حتى في الأكل يضغطون عليهم بالسراخ يضغطون عليهم بالوضع في العزلة ولعل ما ذكره لنا أخونا رشيد نقاز في بعض مراسلاته مهم جداً مهم جداً لنفهم أن هذه العصابة تنتقم من الأحرار الأحرار الحقيقيين تنتقم منهم الأحرار الصادقين تنتقم منهم أما المزورين فإنها تسهل لهم المهام وربما تدخل واحد منهم أسبوع وعشر أيام حتى شهر شهرين للحبس وبعدين تحب تدير له طريق صناعة الزعماء المفبركين لكن الشعب أصبح يعرف صحة الشعب يعرف حقيقة من هم أبناء ومن هم المخلصين ومن هم الصادقين ومن هم الثابتين ومن هم الذين يصنعونه هنا وهناك الحمد لله أن هذول يصنعونه هنا وهناك هم القلة والقلة قليلة جداً فالحركيين في مجملهم في أغلبيتهم العظمى هم أحرار البلاد وسيكونون وسيكون لهم تاريخ وسيكتبه التاريخ سيكتبه التاريخ وعلى ذكر الأحرار توفى أحد الأحرار من العاملين في الخفاء أريد أن أوجه هنا لا نستطيع أن أعطي تفاصيل لا نستطيع أن أذكر اسمه ولا حتى المدينة التي توفى فيها لأنه كان أحد الذين يراسلونني على مدار سنوات وكان من قلب الحكم العسكري من قلب الحكم العسكري كان يراسلني ويبعث بتفاصيل ومع الأيام توكدت وتعمقت الثقة بيننا وكان كل ما يصلني من عنده وأكده من مصادر أخرى وثبت دائماً أنه كان صادقاً توفى في نقول في الثلاث أسباع الماضية توفى رحمه الله ولم يكن كبيراً جداً في السن بالرغم أنه كان يشغل منصب مهم وكان في مكان حساس للغاية يوماً ما سأذكر من هو هذا الشخص لكن حتى لا ينتقمون من عائلته والله حتى يوقفوا عليهم العلوترات فقط ترحم عليه وترحموا معي عليه ويوماً ما سيعرف من هو بإذن الله رحم الله وأود بهذه المناسبة أن أشكر كل إخواني وأخواتي في مختلف الأماكن والأجهزة الذين يتواصلون معي والذي أحياناً حتى أجد ربما صعوبة حتى بالتواصل معهم وإن كنت أعطيهم هما الأولوية وأقدرهم وأقدر عملهم وأعرف أن بعضهم يشتغل في ظروف صعبة وبعضهم يخاطر بنفسه ومع ذلك ولله الحمد وفي سنوات بعضهم على اتصال معي منذ سنوات بعضهم اتصال منذ أشهر بعضهم اتصال منذ أسابيع والجميع يعرف أن يحافظ على مصادري في قمة المحافظة هؤلاء أيضاً يوماً ما سيعرفهم الناس بأسماءهم رجالاً ونساءاً شباباً وكباراً من هؤلاء الذين كانوا فدائيين لهذه الثورة الشعبية فدائيين سلميين ولكنهم قدموا أشياء مهمة ومهمة للغاية يوم الأحد الماضي عندما قدمت لكم القائمة الكاملة فالحقيقة كانت من أحرار البلاد التي تبتت تفاصيل لأنه دائماً نريد أن نخرج بتفاصيل كاملة فهذا أيضاً أخواننا هؤلاء أيضاً نوجه لهم التحية ونوجه لهم ثبات ثباتكم ودعمكم الخفي لهذه الثورة الشعبية سيكتبه التاريخ وسيتحدث عنه الناس عندما تعود الكلمة للشعب بإذن الله اشتركوا في القناة